بالخل والفرماز ستحصلين على بشرة ناصعة تلبيض إن شاء الله وكذلك يا لبنات ستحدي لي السيكاتريس وتحدي لي الحبوب ولي الطاش وذك شي كل شي اللي يمحنك إن شاء الله في لوكورت ديالك حتى في البغطيان تيم العنيق ديالك والجيه ديالك وحتى لديدس ديالك والكوعين والمرفقين اللي بزاف منكم كتسولوني على شنو الحال شنو الأشياء اللي ممكن بيضوا بها المرفقين والكوعين فاليوم جائسوكم بوصفة الخل والفرماز اللي هي من بين أحسن ما جرمت بالنسبة لي أنا بعضال التبييد العلاج ديسبوقات علاج نمشو الكلاف لا طاش لا حبوب كل شي كل شي كل شي لبنات قندل لهم الخل والفرماز صراحة غزال هاد لغوستات دي ديال الخل والفرماز كتبيض كتفتح كتعلج كل شي المشاكل لبنات نسمى الناس عجبكم نسمناتنا لردات ديالكم وبليز غزالاتي ما سبخلوش علينا بلايك أنا مزا بقى فيكم بيدلهي عليكم حبيباتي متتبعات ديال الوفيات الله يعطيكم السر الله يعطيكم سحسكم يعطيكم كل ما تمنيته لا تنسونا باللايك لان بفضل لايك ديالكم كديدوا تشجعونا وسأفرون سيوبينا القدام كذلك البنات تشتركوا في الحشين مرحبا بيكم فعلوا زيال الجرس وانا دائما معاكم في الهميزات وفي الوصفات وفي الاشياء الاقتصادية الزوينة والبسيطة والرخيصة اللي كتكون في المتناول ديال كل شي فتبه البنات سوف أخطي معاكم مكونات من أبسط ما يكون لانه الفرماج والخل يعني مبين المكونات الاقتصادية رخيصة اللي كتكون في كل بيت وفي كل منزل ما كناش بدار لي ما فيهاش الخل وما فيهاش الفرماج الفرماج من طبيع الحال كانت تناوله لانه المنافع دياله كثيرة لناول ملداتنا الخل كذلك المنافع دياله كثيرة سواء في الكوزينة او في المطبخ او في الوصفات الطبيعية فكما قلت لكم غزالاتي عندي هنا يحب ديال الفرماج عندي هذا المثلت سينو ونثل سوف تسويني على المربع فحته وممكن تديري عندي الخل ديال المائد الملون هاد النوعي هاد ديال جدره مستقر يبانا البنات زوينة بنبين احسن ما جربت انا بعدها والبنات اللي غايقولوا لي مثلا هاد الخل ما بغينيش نديرو عندنا منه الحساسية فممكن مثلا ديالي خلط فحته وراه زوين يما كان شاركو معاكم ها هو هكذا البنات يجي ممكن ديالي الخل بيض هادا تاوزوين عندي هاد النوعية روح داخرتين يخل بيض فصراحت الله هاد الانواع كلهم زيانين ديال الخل غاوانا البنات دي ما كتعجبني هاد النوعية كيما قلنا الفرماج ممكن تاخديه تلت اولا المربع على حسب الاختيار ديالك على حسب دوق ديالك وشنو الاشياء اللي كتعجبك او لا ما كتعجبكش بالنسبة لبنات المكوينات التانوية من غير الفرماج والخل غادي تحتاجي معايا ان شاء الله كمية من الحمص باوضة نسبة الحمص هادا هو الشكل ديالو ناسي كتسووني عليها فاش كنوريه ليكم غبرة كتقولوا يوريه لينا حبوب ها هو البنات الحمص غبرة بالنسبة للحبوب ها كده البنات كيجي انا وريكم شو ها البنات كيجي انا وريكم شو ها البنات هذا هو الحمص سيسا دروح قصدها بوضع الفرماج و الخل حمص وكذلك اغضاله كمية من الناشا او ما يسمى بدوره او الماء زينه منافعها كثيرة جدا البنات المنفع لا تعد ولا تحسب سوف نحتاج كمياء من الباودر لأطفال تنسم و تعطينا روية حزوينة خصوصاً لأننا ندروا لغاوسات المناطق الحساسة لديها الطلق هذا أنا أعتقد جونسون ما بقتش لتيكيته ولكن إلا عندك أي ماركة جونسون بلا ما نذكروا لي ماركة الخرين ديال شركة كبار تحضر و تحضر بلغة نكهات بلغة نكهات بلغة نكهات و تحضر على نكهات و تحضر على نكهات 5 دراهم لديها الطلق 4 دراهم لا تحضر كما تحضر هذا هو المقادر الكامل سوف نعودهم لدينا الخل لدينا الخل لدينا الفرماج لدينا الحمص لدينا النشاة و تحضر لدينا المقادر كاملين و على بركة الله ندخل لدينا الطريقة لدينا الطريقة سوف ننجمع و نضيف الحمص حمص نضيف الحمص حمص جميعا نضيف الحمص نضيف الحمص نضيف الحمص ميز اضافة هذا كان فرحه و سعده لأنه صراحة الله هل هذه محرومين من هذه الأجواء فشك تكون مناسبه معينة طبعا ما كان بغوش مشيه هكذا كدروري ما نديرو ماسك ما نديرو واحد تفريمة قبل قريبا من جوجة الأيام من العاس من السبوع من الختانة فضروري ما نشوف أبهو أحسن حلو ما كينش حسن من هادلاغوستات ديال الفرماجة ديما كان ديها ديما ديما مناسبة صراحة إذا كانت مناسبة كما نديرها قبل أما من غير لأنه دائما الإنسان خصوه يبان في أبهو أحسن الحلال ديالو هنا وضعتها البنات حبة وحدة ديالفرماجة ممكن تديري جوج 3 أو 4 ولكن معكوه الله يعطيكم سحى البنات را ما كنت معكش بسهل يعني خصوك تمعكي وتعاودي باش هكذا تجانسلك مع هاد المقادر هانتوما البنات را كل شي مبيين في الفيديو كل شي موضح وغزلاتي وحدة كتشوف يدابا اتمنى انك يدعمني باللايك ما غات خسري تجي حاجة هادي غير زيدي تشجعيني وسأفونسي بي القدم الله سهل عليك ويعطيكم كاملين البنات انتوما ليكا تتابعوني ما تمنيتوا ان شاء الله انتوما البنات نحاول نمعكها ماكسيموم قمت بقودوا كتريفات غير صغار فماشي مشكلة ولكن الفرماجة كاملة خصها الدوب واتتمعك ليكم باش هكدا الوصفة كتعقاد ما كسبقاش جاد يكي ما في اللوول ودابا غادي نضيف الطلق شو شوال بناش كيفاش ولات نحاول نقرب لكم باش يبالي كتر فدابا غادي نضيف الطلق نشوف 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 كتر نشوف 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 ونعيشة في هذا الفصل الصيف ترجع الروح للبشرة لأننا كاملين لبنات كم نشوط السوقات ونشوط ولدتنا من المدارس ونشوط خصوصا بعد الفترة للجوج ونشوط بزف بزف بالأشعة الشمس وإذا كانت أشعة الشمس غير ذلك سودة تسليم مع الوجيه ونشوط 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 وعندما من المشوط ويشوط ونشوط على العنة ونشوط بعمل تحتعمل وبعدم تحتعمل ايضاً فترة لأميرة لنشوط الأوسط ونشوطها لنشوط الأمور ومن الأحسن للبنات يوجد العوينات لأننا يكون لديهم خطوط حماد فمن الأحسن تخذي جوج خيارات هكذا شرائح الخيار كل عين تدري فيها شريحة واحدة وترتاحي 21 دقائق 30 دقائق لا نعود لكم البنات في حال نتوصلون وخسرته 21 وانتم مره ما خاسرين تريال غير في البيوت ولكن ترتاحوا و تحسوا بالراحة النفسية لأن الجسم كامل يرتاح العقل يرتاح العين يرتاحوا و الوجه التهوى فهذه الطريقة للبنات لنسبة للغزلس او المجلس بيعدي للك يسولوني هذه الوصفة ديالي كما نقول الصيفية حاليا كندر الشرائح حكدة الخير على عينيه باش حتى العين يدار لهم مصاج يرتاحوا لأن الخير زويل الهلة السوداء زويل العينيين كيحمق الناس دي ما نصحكم به خصوصا الناس اللي عندهم مشاكل في الأعين ديالهم بالشيفة ان شاء الله العاجل للجميع سواء الكبر ان شاء الله او الصغر فمن بعد ما كثمر 20 دقائق سوف نغسل وجه ديالي نحس بيه نشفه تجبد و ندوس بشر الطبو لأن الخل شوية نشف البشرة فدربي ما نحتاجه الترتيب هنا سوف نقطع معكم منتوجة الجسم و الوجه أول كريم نصحكم به هو كريم نيفيل العلبة الزرقاء هذا البنات الثمان دياله 20 درهم نوريكم في مية وخمسين ميليليتر اقتصادي زوين باش كتعرفي دائما الكريم أصلي بهذا الكتابة اللي كتكون محفرة نصحكم به لأنه الثمان دياله زوين في حتى الحجم الصغير و متوسط اتلقوا عندهم مليل مكيج كيف ما غتلقوهم في المحلات هذه نيفيا صوفت العلبة البيضاء الشهيرة و المعروفة فيها ميتين ميليليتر هذه البنات الثمان ديالها أعفون 28 درهم مرتفعة شوية ولكن رها غزالة مرتفعة شوية تحتاج لهم هذه الثمانة تصلح الكبار و الصغار كما قلنا كرام نيفيا لعلبة الزرقة و البيضاء نيفيا صوفت كان كذلك بناتك الحسسات كرامات غليسوليد سواء الاصلي او الدوزيام خصوصا في الدول العربية دول الخليج بلدبت كرام غليسول يجبوني و اعرفة المنافع في ميتين ميليليلتر ترطيبو تنعمو حمية البشرة كيرتطب و بالنسبة الناس التي تساولني على التفتيح فالتفتيح كان منذ اول استخدام تفتيح كان تقريبا شهر او شهرين من الاستخدام أما منذ اول استخدام دوزيام في ميتين ميليليلتر ترطيبو تنعمو حمية البشرة بزويني و هذا كريم بالأرقان كريم بزيت الأرقان كنت تستطيع كريم 0.5 غزال الأرقان و الأرقان و العبوكا 13 دراهم 30 دراهم Blvani 80 دراهم 8 دراهم المال وصبار 8 دراهم اشتركوا في اشتركوا في الاشتراك اشتركوا في القناة